اعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن اختيار السنوار يعني تعزيز صعود دوره كزعيم بارز لحماس فيما يرى حزب الله أن اختيار السنوار زعيماً لحماس يؤكد فشل الأهداف التي تتوخاها إسرائيل من قتل القادة والمسؤولين في تحقيق مبتغاها مع دخول استراع بالمنطقة منعطفاً جديداً في المواجهة بين إيران وحلفائها من جانب وإسرائيل من جانب آخر يأتي اختيار الرجل الأنفاق الأول يحيى السنوار خلفاً لهنياً ليشكل تحدياً آخر أمام ملف المفاوضات ويثير تساؤلات عدة بشأن الآلية التي ستشهدها حرب غزة خلال الفترة المقبلة ردود الفعل حول اختيار السنوار رئيساً لمكتب حماس السياسي جاءت منقسمة بين مرحب ومتوجس خاصة المصار الذي سيسلكه على الصعيد السياسي والعسكري واشنطن وعلى لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين ترى أن السنوار كان ولا يزال صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق بإبرام وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالسنوار فقد كان ولا يزال هو صاحب القرار الأساسي عندما يتعلق الأمر بإبرام وقف لإطلاق النار ولذا أعتقد أن هذا يؤكد فقط حقيقة أنه يقع على عاتقه حقاً أن يقرر ما إذا كان يجب المضي قدماً أم لا واعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن اختيار السنوار يعني تعزيز صعود دوره كزعيم بارز لحماس لكنها طرحت تساؤلات بشأن الكيفية التي سينفذ من خلالها السنوار المختبئ داخل أنفق غزة وعلى قائمة المطلوبين لإسرائيل واجبات سلفه الدبلوماسية بما في ذلك العمل كمفاوض رئيسي في محادثات وقف إطلاق النار التي توقفت عقب اغتيال إسماعيل هنية أما إسرائيل فتوعدت بقتله في رسالة على منصة إكس نشرها وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في المقابل يرى حزب الله أن اختيار السنوار زعيما لحماس يؤكد فشل الأهداف التي تتوخاها إسرائيل من قتل القادة والمسؤولين في تحقيق مبتغاها الفصائل الفلسطينية من جانبها ثمنت اختيار السنوار زعيما للفصيل الأكبر في غزة واعتبرت أن الاختيار يحمل رسالة للاحتلال أن حماس قوية ومتماسكة وأنها ستواصل نهج المقاومة حتى النهاية ولا شك أن اختيار السنوار يعد رسالة موجهة لإسرائيل أولا وأخيرا ويراه البعض أنه يمثل ضربة لنيتانياه شخصيا